بنشوف أمرتنا الجميلة وكأنها طايرة وبترقص زي الفراشة على نغمات الموسيقى وهي بتعلم فرسنا الواسي من الرأس وهم الاتنين في دنيا تانية ناس ينرحهم وده بيخليه يقول في نفسه أنا وقع في حب أمرتي الجميلة وبيقاطع سرحانه شخص جيله وبيقوله رئيس القرية عايز يقابلك لكن ده بيين عليك إنك متلغبط فبيرد القائد لا مفيش أي حاجة بس ده هو بيقول في نفسه إيفت لسه مستمرة في رأستها وكأنها فراشة وبخفة انطلقت وأنا إيديها كانت في إيديه إزاي بقى ما تقصرش وبعد كده بنشوف روزان وبتقول لأمرتنا ملبس الصيد لايق عليكي على الآخر أما أمرتنا فمجيها تركيز في اللي بتعمله وبعد كده بتنجح إنها تنشن في الهدف وأرصر بيقول الأميرة اتقدمت جدا وكينيا بترد عليه بإنها بتحاول تكون أشطر في كل حاجة وقدمنا أمرتنا أخر كياتا والكس في إيديها وبتديها تدريب على الرماية أما فرسنا فبيقرب منها وبيقول لها بالطريقة دي حت تتعبيه بسرعة اسمحيلي أعلمك الطريقة الصح لكن ده فرسنا وأول لما بتبصله بعينها الزرق الصفية بتسحره فبتخليه يتجمد في مكانه وبيسيب القص من إيديه وبيبعد خطوتين عنها فبتمسك هي القص ومش فاهمه بيعمل كده ليه لكن من وراه أرصر بلقم بيوشوشه وبيقول له ما ينفعش تعلمها وانت بعد كده قرب شوية فبيخليه يتلغبط أكتر وده كمان كينيا بتقرب وبتسألها عليه القائد رجع لوراه كده بيقول القائد لأرصر تعلمها انت الرمية بدالي فبيقول له انت أكد بتهزر فبيخلي فيكتور يتعصب منه أكتر وبيديله ضهره وبيسيبه وبيمشي وأرصر بيبقى بيكلم نفسه وبيقول الرجل ده حكايته بس أنا كشفه وبعد كده بيفضل أرصر يفكر في ايه الكلام اللي هيقوله للأميرة علشان الجو بينهم ما يبقاش ممل فبيسألها عليه عايزة تتدرابي جد وأمرتنا بترد لأني بتمنى أكون قوية وهو من تاني بيسألها أنا قصدي ايه الهدف من كل ده يعني أنا مثلا هدفي هو الفلوس والشهرة أما هي فبتقوله بس أنا ما عنديش أي هدف وبيرد أرصر مع أني والدتك الضوقة كانت دايما لها طموحاتها وليه ما تكونيش لك هدف زيها وساعتها هيكون التدريب أسهل فبتتحمس أمرتنا بس بتكون آخر أفوارة وبتسأله لو يعرف أمها فبيقول لها اهدي شوية أنا بس سمعت عن طموحاتها وكفاية إنها أول سيدة تكسب لقب الضوقة ومن أجل ده أكيد كان فيه تضحية كبيرة وانت كمان لازم توصلي لهدفك في الحياة وبينسى أرصر نفسه والكلام بياخده وده كمان بيديها سراحان لحد ما بيفوق بخبطة جمدة على إيده من فرسنا واللي بيبعد كمان أمرتنا عنه والغيرة بتعمل عميلها معاه وبيقول له أنا قلت لك تعلمها ومش تغزلها فبيرد أرصر عليه انت اللي كدب لما قلت إنك مش مهتم بيها بس ده قبل ما أرصر يجري بيقول له سامحني يا قائد أنا كنت بهزر وبيديها جاري وفرسنا الوسيم بيقول لها أنا مش عارف هو قال لك إيه لكن ما تصدقش حاجة من اللي قال عليه ودماغ أمرتنا بتكون في حتى تانية خالص والبنت يا حرام بالتانة وبسكوتتنا بالتهمنها وكمان ده فرانسيس بتنزل ضرب في أرصر ومصممة تعرف منه إيه اللي قال هولها ودي الوقتي بنكون بالليل وبنروح لقوضة نوم فرسنا الوسيم وهو ريح في النوم لكنه بيصحى على صوت حد بينجي عليه وبيشوف مين لكنه بيتفزع الآخر لما بيلقاها أمرتنا الجميلة وهي اللي جاية وحضنا ما خدتها وبتقول له عايزة أسألك على حاجة أما هو فواخد الصدمة بجد ومش عارف إذا كانت قدامه ولا بيحلم وبعد كده بيتنحه هما الاتنين أصد بعض ولما بيهدى بيقول لها تقدر تقولي لي عايزة إيه وهي بتسأله عليه أنت وأمي لكم أهدف في الحياة وإيه هي فبيقول في نفسه منه لله أرثر هو اللي دخل الكلام ده في دماغها وهي مكملة أنا له كمان جيت هنا مع أني كوني من النبلاء في حل لكل مشاكلي وهو بيفضل سمعها لحد ما بتخلص كلامها وبعد كده فارسنا بيقول لها القوة هي سيف وسم في نفس الوقت وأول ما أنت بتملكيها بتكون هي نفسها السم اللي هيخسرك كل حاجة وده لو كانت من غير مبادئ أما أنا فسيفي بيكون مصدر دعم للأشخاص اللي ما عندهمش القوة دي وبيسألها بإني مستغرب من طموحك في القوة وفارسنا وبيرجع وبيسألها من تاني لو تتمني حالا ترجع لأصري وبيكون ردها مع أنه المكان هنا متبهدل وتدريب صعب وما فيش حاجة متوفرة لكن أنا مبسوطة من تجربتي مع ناس عاملوني بحب ولو كنت فضلت محبوسة في أصري ما كنتش هعرف كل اللي جوايا دلوقتي وعلشان كده عايز أقولك أنا مش بتمنى أرجع لأصري وأنا هنا لقيت السعادة وفارسنا الوسيم بيفرح من كلامها وبيقول لها وأكيد إيفت اتغيرت للأحسن ومش بس هي أميرة متدلعة لكنه لما بيبص على أمرتنا بيلقاها بتدري دحكتها بالمخدة اللي هي حضناها وهو بيقول لها أنا بتكلم بجد ليه بتتحكي وبيكون ردها اتخيلت نفسي وفي يوم من الأيام مسكة سيفي وبحمي بيه فبيقول لها لأ مش للدرجة دي بلاش أفوارها والنهاردة يوم مميز جدا وأمرتنا بتحس ان يوم مش عدي أبدا وكل واحد في فريق الأسود قاعد ومستني حاجة مذهشة تحصل لحد ما بيدخل القائد والكل مركز معاه وبيبلينا انه النهاردة يوم دفع الأجور وعلشان كده كلهم موهمين بالشكل ده أما القائد يقرأ كشف بأجر كل واحد منهم وبيبدأ يقول انه روزان أخدت مكافأة كبيرة لأنها بتنجز مهمتها بسرعة أما كانية فاتخصم منها المهمة اللي بتسيبها وبعد ما بيخلص بنوصل للأميرة فبيعلق أرصر من انه الأميرة دايما في حتة الوحدها فبيكمل قائدنا بانه أجرها الشهر ده 300 عملة دهب وهي بتفرح وعيونها بتلمع بس ده بيقول لها ما تفرحش قاوي وبيقول عن المبلغ اللي تخصمت تمن كسر الأطباق لطبختنا مادلين ده غير الخرفان اللي هربت وضيع حاجات مهمة ملين وبعد ما هنخصم كل المبلغ دي اللي هيتبقلها التلات عملات دول وبيقدم للأميرة تلات عملات دهب وأميرتنا بتكون فرحانة ولسه عيونها بتلمع وبكل كياتة بترفع العملات التلاتة وكأنها شايلة كنز في إيديها وأميرتنا بتسمعه وهو بيقول لها دلعي نفسك بأول مرتب ليكي دي مناسبة مش حتتقرر وفعلا بنشوفها دلوقتي بتخرج مع فرانسيس وبيروح يعملوا شوبنجي سوا وأول لما بتوصل بتقابل ملسا وبترحب على الآخر بيها وبتقول لها تقدر يتغذي الحاجة اللي انتي عايزاها فبتفتح إيفت إيديها وبتوريها العملات التلاتة اللي معاها وبتكون مبسطة على الآخر فبتبرك لها وكل اللي حواليها بيحتفلوا بيها أما بقى فرقنا فبيقول هي إمتى عارفت الناس دي كلها جعلة كده حتنفعنا بعلاقتها الخاصة ودلوقتي بنشوف الحاجات الحلوة اللي أمرتنا بتتفرج عليها وملسا بتقول لها اختاري اللي انتي عايزاه لكن ده شكل كده محتاجة هدية تسكرية وبتوشوشها في يطرة حتختري إيه وبعد كده بنشوف اللي بيجي لها جاري وهو صاحبنا الوحش وبيقترح عليها تشتري الحبار المشوي اللذيذ وبيل بيقول له هو انت فكرها زيك فبيرد عليه وفيها إيه ما كلنا اشترينا أكل من أول مرتب لينا وبيل بيقول له هي يا بنت وليها حاجتها الخاصة وممكن نسأل فرانسيس فبيسألوها اشتريتش إيه من أول مرتب ليكي وهي بتقول لهم العصير أنا بموت في العصير فبيرجع يقول له شفت مش قلتلك فبيروحوا يسألوا الأميرة تقول لهم بنفسها إيه اللي هي عايزة وأمرتنا بتديها شوية تفكير ودي بتبص للحبار المشوي اللذيذ والوحش بيقول له أكيد هي عايزة بس ده لما بيعزم عليها بقى أطمى منه هي بترفضه فبيقول لبيل أنت اللي كسبت وبعدها بيديها أطمى منه أما دلوقتي فبنشوفهم وقفين سوا وبيسمعوا أمرتنا هي عايزة تشتري إيه وأمرتنا بتقول عايزة اشتري هدية لحد أنا بحبه فبتخليهم متى النحين ومستغربين في يا طرى مين اللي الأميرة بتحبه ومش بس كده ده هم بيروحوا وراها علشان يرقبوها وشايفينها قدامهم محتارة في إيه اللي هتشتريه أما هم فمشغولين في الأميرة بتحب مين يا طرى أرسر ما هي البنات بتحبه لأنه وسيم وبيفضل بلو فرانسيس كده محترين وبعدها بيصد مساوى وبيروحوا يساعدوا الأميرة في اختيارها لأنها بتكون عايزة تشتري سيف وتمنوا غالي جدا وهم بياخدوها فرصة ويسألوها مين اللي عايزة تجيلوا السيف ده وهي بتقولهم هديتي لشخص بيهتم بي ومع أنه لما بيتعصب بيتحول جدا وهو كمان بيحب السيوف فبيقولوا سوا مع نفسهم عرفنا هو القائد فيكتور وبيسمعوها بتكمل الشخص ده أنا دايما تعبه معايا ومحتارة أشتري له إيه وفي نفس ذات اللحظة بتسمع بيع بيقول لها أنا عندي طلبك وفرانسيس بتقول البيع أبو شنب ده شكله مريب وصاحبنا الوحش بيقول فعلا ده بينه نصاب لكنه بيقول لهم تعالوا بنفسكم وشوفوا بضعطي وبيفرجهم على برش جميل من الظهور وبيقول لهم إنه تمنوا ثلاث عملت دهب وفرانسيس بتقوله ده غلي جدا ومع أن الظهور موجودة في كل حتة بس اللي بيحصل من أمرتنا إنها بتمسكه وتتفرج عليه وبيعجبها أو شكله ومع أن فرانسيس عايزة تاخدها من إيديها علشان يمشوا لكنها بتقول لها لأ ده جميل وأنا هشتريه وبتدفع ثمنه للبيع وهي بشطارة بتطلب هدايا معاها والبيع بيقول لها دانتي في الفصال شطرة قوي أما صاحبنا فبيكونوا متخيلين الشارع بعد ما قدمتها لقائدنا وهيكون شكلها إيه عليه وفي اليوم الجيد من بدري بتصبح فرانسيس على قائدنا بس لما بتقرب منه بتفضل كده بتلف حواليه وانبح لقى فيه وهو بيسألها بتعملي كده ليه فبتقول له مفيش حاجة وبتسيبه وبتمشي وما في السواني وبالكمان بياخد دوره وبيقرب منه وبيبقى واقف وانبح لقى فيه وده القائد بيتخضى على نفسه وبيسأله لو شايف حاجة غريبة فيه فبيعتذر له وبيقول له مفيش حاجة ابدا يا قائد انا بس كنت بتطمن عليك لحد ما بتكمل بوصول صاحبنا الوحش واول لما بيشوفه بيجري بسرعة عليه والقائد بيقول انا مش فاهم فيه ايه وكلهم بيفضلوا كده واقفين ومتجمعين لحد ما بتوصل الاميرة وهم بمنتهى السرعة بيروحوا لها وبيسألوا عن هديتها وهي ردها باني مبارح قدمتها لصاحبها تقريبا كده فتشنا القائد فازاي بقى الهدية تكون وصلته ودلوقتي بنروح لمكان تاني خالص وبنشوف الدوقة والدة ايفت وهي بتوصلها هدية منها لكن ده هي بترفضها وبشدة وبتقول للخدمة بأكيد هتكون رسالة من بنتها وأكيد هتشتكلها وهي هتحتار ومش هتعرف تعمل ايه والخدمة بتهديها وبتفتح الهدية وبيلقوا سوا البروش الجميل اللي من شوية أمرتنا اشترته ومكتوب معاه هديتي من أول مرتبلية وأكيد الأم بتاخد صدمة غير متوقعة بس دي صدمة أخر روعة من أمرتنا أما دلوقتي فبنشوف أمرتنا وهي بتعمل هدية من صنع ايديها ولين كمان بيساعدها وبعد ما الهدية بتخلص بتروح تقدم هديتها لقائدنا الوسيم واللي بيبقى مبسوط على الآخر بيها وبيشكرها ودلوقتي في يوم جديد بنشوف أمرتنا قاعدة وقدامها صندرة نايمة بس دي أول لما بتصحى بتلقاها فوشها فبتقوم وبتصرخ في أمرتنا وبتقول لها انت ليه عملة دوشة علشان تصحني كده فبترد عليها بس أنا قاعدة وساكتة فصندرة بتقول لها لكن مبحلة قفية وده عملة دوشة وأنا حس بك على فكرة وإيفت بتبتسم وبتقول لها اللي عايزة تكون أقوى محاربة ما تنمشي لحد دلوقتي فبترد عليها واضح إنك صحية من مبارك وفرانسيس بتنضم لها وبتقول لها جيه أول مهمة لها معانا علشان كده هي مش قادرة تنام وسندرة بترد عليها بإنه ده حتى ما كانش لازم يحصل وأنا مش عارفة حنستفد إيه لما ناخد الأميرة معانا في مهمة صعبة زي دي وحتى فرانسيس بتقول لها هو ده نفس سؤالي مبارح للقائد وبنشوفها وهي فعلا بتحذره من إنهم ياخدوا معاهم الأميرة بس كان رده إنه وجدها هيكون أهم جزء في المهمة كلها ودلوقتي بنشوف أمرتنا في فستان جميل ومبسوطة جدا بالمهمة أما سندرة فمستغربة منها وبتقول لها إيه ده ده شكلك كأنك رايحة رحلة وبتقعد تفهمها إيه المهمة اللي رايحينها علشان يعالجوا الناس بعد ما الوحش هجمتهم وفريد كمان بيقول لها المهمة دي بنقوم بيها تقريبا كده مرة في السنة لأنه هو ده الوقت اللي الوحش الجعينة بتهاجم فيه الكرة البعيدة وهم مفتريقهم وبعد كده بيقولوا لها إنه مع المخاطر دي كلها كمان فيه مكاسب لأنه الوحش بتسيب وراها أشياء بتتبيع بأسعار غالية وسندرة بتنهي كلامها بأنه أي قرية فقيرة هتبقى محتاجة لأي مكسب وبعد كده بتقول سيبوني أرتح شوية وبينضم لها فريد وبيقولوا مع بعض الحكاية بتبقى صعبة وهيكون قدامنا شغل شاك جدا وفعلا ده اللي بيحصل أول لما بيوصلوا ومن أول جي أليهم والمصابين كمان بيكون عددهم كتير ومحتاجين للعلاج والرعاية وبيسألوا عن فين فري الانقاذ فسندرة بتقولهم إحنا وصلنا والطبيبة بتعرفهم إنه العلمة الحمرة معناها إنه فيه حد محتاج للعلاج وبعد كده بتقول إنه فيه كمان معنا مصاب ومنعالجه ولما بتبص ما بتلقاش قدامها غير أمرتنا فبتسألها حتقدري تساعديني في إيه بس دي بتكون وقفة وساكتة فبتقول لها مش مهم ممكن تساعديني في حاجات بسيطة وبتحكي لها على المصاب اللي معاها وإنه الحل الوحيد اللي قدامها أطع رجله عشان تقدر تعالجه وبتطلب منها تمسكه أما إيفيت فبتزعق وبتقول لها أرجوكي استني ما تعملش كده ده شيء في منتهى القصوى فبترد الطبيبة هو ده علاجه الوحيد ولو كمان عطلتيني حيمد بسببك لكن ده في اللحظة دي أمرتنا بتقول لها أرجوكي اجني فرصة علشان أساعده وبعد ما بيعدي شوية وقت بيكون ده الحل برا المكان والناس بيحكوا عن هجوم الوحوش على القرية أما قائدنا وأرسر فبيشوفوا إيه اللي بيحصل وبيلحظوا إن فيه حاجة مختلفة النهاردة ولما القائد بيفتح خيمة الإنقاذ بيسمع إنه المصابين في كتير منهم تم علاجه وكمان بيشوف أمرتنا وهي قعدة وبتستخدم سحر الشفاء في إنقاذهم أما الجرحة فمترصصين طبر قدامها وكل واحد منهم بيترجاها وبيقول لها ادور علي لكن ده هو بيقرب منها وبيقول لها كفاية كده ممكن إنك ترتاحي وبكرة تكملي لكن ده لسه المصابين الموجودين بيترجوا أمرتنا علشان تعالجهم هما كمان ومع إنها مش قادرة وبين عليها أو الفرهضة بس بتقول أنا هكمل لكنها بعد كده ما بتقدرش حتى تقف على رجلها وفرسنا بيكون بين عليها قوي إنه بتخض عليها وبيسندها ودلوقتي في يوم جديد أمرتنا بتفتح عينيها وبتقول ده الفجر طلع بيني كده نمت كتير وبتشوف رسالة من حد بيطلب منها تقابله وفعلا بتروح الأميرة لما كان في الجبل وبتلاقي هناك القائد هو اللي مستنيها وبتحكيله عن قلقها على الجرحة اللي ثبتهم قبل ما تعالجهم وهو بيسألها قد إيه العدد اللي عالجته مبارح وهي بتقوله إنهم تلات مصابين فبيرد بإنه ده أقل حتى من اللي بيتعالجو مع سندرا وبيبتسم في وشها وبيقول لها أنت موهوبة بقدرة خاصة لكن المشكلة إنك مش عارفة إزاي تستخدميها وده اللي بيتعبك بطريقة مش عادية وأنا مش حقدر أساعدك في الحكاية دي أنا كل اللي بعرفه هو الفروسية لكن هي حتعرف وبيقصد كينيا وبيروح يجيبها وتقريبا كده هو شايلها وهي بتسأله عايزها في إيه فبيقول لها حخليكي تشوفي بنفسك وفرسنا بيجرح إيده علشان الأميرة تعالجه بقوة سحرها في الشفاء وهي فعلا بتبدأ تستخدم طاقتها لكن ده فجأة كينيا كده بتتفزع وبتقول طريقة السحر دي مهدرة للطاقة والقائد بيفهمها بأنه ده لأن الأميرة ما خرجتش أبدا من قصرها وكينيا بترد عليه وبتقول له سيبها هي اللي تتكلم من غير ما الترجم لها وبتطلب منها تعمل اللي عملته مرة تانية فبنشوف أميرتنا الجاملة وطاقت السحر حواليها على شكل حبت من النور بس ده كينيا بتنبهها بأنه ده أصعب حاجة ممكن تحصل والطريقة دي بتضيع كتير من طاقة السحر والأحسن تحولي قوة سحرك لخيوط شفافة وتنتشر زي شعاة من النور وهتعلجي بيها عدد أكبر بكتير وبتاخد ايد أميرتنا علشان توريها كده درس عملي وفعلا بيظهر بين إيديها شعاة من النور ومتكون من طاقة السحر وأمرتنا بتستغرب من الطاقة الجديدة عليها لكن ده كينيا بتقول لها اهدي واستني وهتتعوج عليها وهتصبح قوتك كأنها خيوط من شعاع حيعالج الشخص وينقذه وأمرتنا سرحانة فبكينيا بتكمل لها بأنه أنا مهرتي كلها في سحر التفجير وهي دي كل معلوماتي اللي عرفتها من عشارتي ولما كنت طفلة حصل هجم عليهم وكلهم ماتوا أو تصابوا ولما حاولت أساعدهم بسحري ما قدرتش أنقذهم علشان كده موهبتك في سحر الشفاء هي الأفضل وأنا بحسدك عليها وبتقطعهم واحدة بتوصل وملهوفة على الآخر وبتقول لإيفت عايزينك بسرعة فيه حالة طرقة وكينيا بتقول لها أهجتلك الفرصة علشان تطبقي اللي تعلمتي فحاولي تجربي الطريقة الصح والأميرة بتوصل لخيمة الإنقاذ بس جي بتاخد الصدمة أول لما بتدخل لأنها بتشوف فرانسيز هي اللي مصابة وفيها عندها جروح خطيرة في كل جسمها وفي لحظة بتفتكر كلام روزاليها وإنه طول ما انتش في طريقك هتقابلي أشياء حزينة فبتبدأ أميرتنا في سحر الشفاء علشان تعالج فرانسيز وبعدها بيوصل للقائد وبيسأل عن حالها وإزاي اتصابت بالشكل ده وبيعرف إنها كانت بتحاول تحمي شخص ضعيف من وحش مفترس واضطرت إنها تواجه بنفسها وفي نفس الوقت بتكون الطبيبة بتحاول تعالج لها الجروح اللي عندها وبتقول الجروح خطيرة جدا وصعب إنقاذها والقائد بيبصر الأمير اللي قاعدة جنبه وبيسألها تقدري تنقذها بسحرك فبتقوله قوتي أضعف من قدرة علاجها وباقي أصحابنا بيفضلوا يتحيلوا عليها علشان تحاول فبتقولهم أنا ححاول والطبيبة بتسأل ساندرا يا طرح أقدر أسيبها تحاول تنقذها بسحرها لكن جي لو فشلت فرانسيز هتموت أما لو عملنا لها الإسعافات هتعيش وهتفضل كده على طول في السرير وبيحتاروا هما الاتنين في إيه الأفضل ليها بس ده بعدها بياخدوا بالها إزاي هيقدروا يسقوا في الأميرة وهي بتترعش بالشكل ده لكن ده أمرتنا بيدور في بالها كل ذكرياتها الحلوة مع فرانسيز وبتاخد قرارها بإنها تساعدها وده بيقويها فبتقرب منها بإديها بطاقة من حبة النور بس فرانسيز بتتقلم وبيكون جنبها بيستعجلها إنها تنقذ صاحبتهم لكنها في وسط كل ده بتقول أنا فقط السيطرة على سحري وده بيخلي الطبيبة تقلق منها وقائدنا في اللحظة دي بيقرب منها وبيمسك إيدها وبآخر حماس بيقول لها أنا واسك إن انتش هتقدري تنقذيها وترجعيها للحياة بس حاولي والطبيبة بتقول لهم حد يمسك فرانسيز ويساعدها علشان ما تتقلمش وبتطلب من سندرة تمنع الأميرة أحسن تهرب لأننا شايفينها لسه قدامنا بتترعش وفترض ضدها ولما سندرة بتروح وراها بترجع وفي اللحظة دي بتحس إنها لازم تعمل حاجة وبتقول ما بدهاش بقى فبتقدر أمرتنا إنها تحول طاقتها في سحر الشفاء لشعاع من النور وفعلا بتقدر تشفي بيه فرانسيز أما كينيا فبتكون وقفة بترائب وبتقول لأمرتنا أنتي أداها ودلوقتي وبعد ما بيعدي شوية وقت بتشوف فرانسيز بعد ما بقت أحسن وأمرتنا وقفة جنبها بتتطمن عليها وخيوتة أوي وهي مبسوطة لأنها قدرت تساعد صاحبتها أما سندرة فبتحتفل بالأميرة وبتقول لها أنتي ما فيه زيك أبدا وكينيا بتقول ده حقيقي لأن الأميرة عندها قوة في سحر الشفاء خطيرة وفرسنا الوسيم بيسمعها فبيقول في نفسه أمرتي ما بتعرفش تخاف وده جزء من طبيعتها وفي البداية أنا خفت عليها لأني شفتها زي طفلة صغيرة لكني دلوقتي بشوف قد إيه جمالها في إنها زي ما هي كده تلقائية وأنا جنبها وجب حمايتها بسيفي وقلبي وكل ده بيدور في خيال فرسنا الوسيم وعنيه بتيجي فعن أمرتنا فبيشوفها أخر كياتا بتاج جميل من الظهور وهي جه أمرتنا روعة كده على طبيعتها وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا إعجاب وده بيفرحني ويعرفني إنكم عايزين أجزاء تانية من الملاخص وكمان تشتركوا في القناة علشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول ومستنية رأيكم في التعليقات وحبة أشكر حبيبي اللي انتسبوه للقناة وده بيزود من دعمكم ليا باي باي